موسيقى واخدني ورايح فيني رميني بسحرانك لنبين ما تقول لي واخدني ورايح فيني على جرحك ديني ولا التنهي ولا على الفرح مواجيني يعني ما اسأل ليه واحترك دليه بكرة الأيام حتوريني خليناك دعنا طول المشي مرمانا لنا ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا دا حبيبي شغال بالي يا با يا با شغال بالي يا با يا با شغال بالي مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا مرمانا الهوى ونعسنا مرمانا الهوى ونعسنا مرمانا الهوى ونعسنا مرمانا الهوى ونعسنا وهالأغنية بالزيت تصورت بلبنان طبعا كلنا منعرف الصحيح إذن أبي فوق شجرة الفيلم الشهير يلي هو من إخراج حسين كامل بطولية عبد الحليم حافظ زعيمات حمدي ناديا لطفي وميرفاة أمين هو من إنتاج عام 1969 قصته بالأساس هي للكاتب أحسان عبد القدوس ومأخوذي من قصة أبي فوق الشجرة إحدى قصص مجموعة دمي ودموعي وابتسامة القصة جرى علي بعض التعديلات يلي ما كان أحسان عبد القدوس راضي عنها على الرغم من أنه قيل بالوقت بأنها تعديلات بسيطة إذن القصة مثل ما اكتر منا بيعرفوها هي قصة عادل طالب جامعي بيقع بشباك إحدى الراقصات بفترة قضاءه لإجازته مع أصدقاؤه عادل يلي تورط بها العلاقة العاطفية المشبوهة اتعد عن أصدقاؤه وحبيبته وعاش مع الراقصة بمنزلة المكان يلي بيتردد علي عشاقة ويلي بتتزن أمام عادل بهالوقت بتنقطع أخبار الأبن عن أسرته بالقاهرة فبيقرر والده البحث عنه ولكن ببحثه عن ابنه بيوقع الأب بنفس التجربة يلي عم بعاني منه ابنه وهون بيقرر عادل إنقاذ والده من الورطة يلي وقع فيها خلينا نشوف مشهد النهاية اللي هو من أهم مشاهد الفيلم والمواجهة هي اللي حصلت بين عبد الحليم وعماد حمدي أي بين الأب والابن درسون أفند بسعة إيه أفضل إزازة تنهي للسد هذا السلام أو كده يا كمولتي باب عادل هسلق الخير يا باب بتعمل ايه هنا اسمح تسبينا لوحدنا قليك يا عنا انت بتعمل ايه هنا انت تكلم أنا هنا لأنا حضرتك هنا باكد أول أطر وتنزل على مصر وحضرتك مش شغلك مش حضرتك كتت سكندري عشان تدور علي أنا نرجع بقى يا باب الحتة اللي زيدي مش من مقامك ومين جدني الحتة تدير حضرتك لازم تعرف النبوك واني عدت 23 وعشرين سنة أصرف من دم قلبي علشان أعرض بيك وأعلمك جعيلي دلوقتي تقول لي أعمل ايه يا قليل الأدم يا بابا بقولك كل اللي هنا نصبين بيتحقوا على الناس وياخدوا فلوسهم فاكرني عايل زيك يا ولد فاكرني مراهق يا بابا بقولك كل اللي هنا نصبين الإزازة للستة خليتك تطوب غيرها لسه مليانة هي امش خطاتها أنا مش خارج من هنا لا معاك طبعا حضرتك دفعت إيجارة 13 المتأخرين للستة وطبعا دفعت يدين البقال والجزار اضرب زي ما انت عايز موتني لكن أنا لازم أقولك الحقيقة لازم أنا شفت الحاجات دي كلها بعناية شفت الناس وهي بينضحك عليها وما أقدرش أجوك زيهم ما أقدرش ما أقدرش اكراف كفايا كفايا ابنك عنده حق كل الكلام اللي قالوا لك مظبوط خد ابنك وروح بيتك يا كمالبي نحن حياة نغير حدكم مريم خليني أقول جوال كمانا انه الفيلم هو من إخراج المخرج حسين كمال وهالفيلم أخذ شهرة كتير كبيرة واستمر عرضه أكتر من 58 أسبوع بدور العرض خلينا كمان نشوف شوي من أغنية دقه الشماسي يلي وردت بالفيلم طبعا وحدة من الأغاني المشهورة خلينا نقول انه كل الأغنيات اللي تقدمت بهالفيلم لقيت نجاح كتير كبير لا يقل عن نجاح الفيلم وعن تحقيق إرادات كتير عالية على شباك التذاكر يمكن من أعلى الإرادات بوقتها مريم هالفيلم يلي ما زالوا اليوم الكبار وصغار بيرجعوا بيحضرواه كل ما شفناه على شاشات تلفزيون خلينا نسمع مقطع من أغنية دقه الشماسي دقه الشماسي نطح الحق التماسي دقه 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 شماسي دقه الشماسي دقه الشماسي عالفلاج دقه الشماسي دقه الشماسي دقه الشماسي دقه الشماسي من طوح الحق التماسي دقه 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 شماسي دقه 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 شماسي يا أحلى شمس وأحلى رملي وأحلى مية أحنا وشبابنا وحب ناس كندرية يا أحلى شمس وأحلى رملي وأحلى مية احنا وشبابنا وحب بناس هندرية جاينا على نسمتنا من ارتاحش ويا والحر زي شوق نهاره ليله قاسي دقوا الشماسي عالبي للدقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبي للدقوا الشماسي ماريا ماريا داروسنا عالغنية كله بس رح منشوف المشاهد بهالوقت رح اسأليك لما كتب احسان عبدالقدوس هالريوي هل كان موجهة مباشرة للسينما يعني كان عارف انه رح تتصور فيه نعم نعم جوال هو احسان عبدالقدوس بدأ كتابة القصة كعمل ادبي ما له علاقة بالسينما بالبداية ولكن كتب منها بس بالوقت خمس فصول وكان بدأ يعلم عن هالقصة بصحيفة روز اليوسف كان اسمها بالوقت فجأة ترك عبدالقدوس العمل بهالصحيفة وتوقف عن كتابة القصة كعمل ادبي ومرت شهور طويلة من دون ما يكتب الى ان طلبت منه شركة انتاج سينمائي قصة من قصصه فقرر انه يعيد كتابة ابي فوق الشجرة كقصة سينمائية وقيل بانه كمان هو اشترك فيها لأول مرة بكتابة السيناريو والحوار لما انتهى من الكتابة طلبت منه الشركة بعض التعديلات رفض بالوقت الموافقة فاستعان المنتج بغيره لاجراء التعديلات ونجح الفيلم بوقتها ولكن بقي عبدالقدوس غير موافق على التعديلات اي تعديلات بتعرفي؟ عنديك فكرة عن التعديلات ايه بعض التعديلات هاكي البسيطة لانه لما يكتب بالكاتب مثلا قصة او خصوص اذا كنت موجهة للسينما بتحس معه حق انه ما يقبل بالتعديلات يعني انه هو كتابة وشايفة بهالطريقة نعم صحيح بس بالجوال كمان المنتج او المخرج بيبقى عنده وجهة نظر اكيب لانه ككاميرا وتصوير انا نحكي عن العنوان مريم العنوان شو قصته يعني هو ملفت جدا ومشو الموضوع اللي كان بدي يعاجه احسان عبدالقدوس من خلال هالقصة نعم بنزل بيو عن شجر جوال هي هي القصة كتير بسيطة هي جزء من سيرة احسان عبدالقدوس الذاتية هو لما كان شاب حاب فعلا راقصة اكبر منه بالعمر وحاب يكتب عن هالتجربة اما بالنسبة للعنوان مثل ما لحظته ما بيشبه ابدا عنوان الافلام السلمائية اللي كانت درجة بهذاك الوقت ويقال بانه عبدالحليم اللي كان هو نفسه منتج هالفين ما تقبل بالبداية هالعنوان لما عرضوا عليا احسان عبدالقدوس ولكنه عاد واقنع وشرح له اهمية هالعنوان ونصحوا بانه يتخلى عن النمطية اللي كانت سائدة بعنوين افلامه بهذاك الوقت ونجح ولازال يعني عنوان الفيلم اصلا نافر لغاية هلأ يعني ما عم نشوف افلام عنده هيك عنوين نافرة مثل هالعنوان صحيح بيان نعم خليها نقول انه عدد كتير كبير من الممثلين المصريين شاركوا بهالفيلم انا كتير بحبه لامرفة امين ويلي جماع الفيلم مع عبدالحليم حسيتهم قبل مهضوم صحيح شكرا مريم وانا بشكركم نحنا الموعد لحبيكون معك نهار التنين نهار التنين نحن نتبعين هلأ ومننتقل للأعمال المسرحية مع عمل جديد تحت عنوان بوسالو المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي بيار شينو من اخراج نادي المقدسي هالعمل يلي بيتناول الحياة الزوجية وموضوع الخيانة بدأ عرضه على خشبة مسرح مونو بالاشرفية والعروض بتستمر لغاية 16 حزيران تفاصيل كلها بها التالية هي المشكلة الأزلية لكل صنائة ومشكلة معظم الرجال بالإجمال آخر الإحصاءات بتبرهن إنها موجودة عند أكثر من 80% من الرجال هي طبعا مشكلة العصر مشكلة الخيانة السبب الأول لكل طلاق أو انفصال ومن موضوع الخيانة اقتبسط المخرجة المسرحية نادي المقدسي عمل الجديد المترجم من ناص للكاتب الفرنسي بيار شينو واللي بيحكي قصة فرانسوعة ديومولان الرجل المتزوج متعدد العاشقات واللي رح يفاجأ بنهار عيد ميلاده بمفاجأة غير متوقعة هي قصة رجال عم بيخون مارتو من 10 سنين مع مرأة اسمها برا البرا وهلأ التقى مع واحدة تانية اسمها ماري بدو يفلم معها عا استراليا جاي يدبضي بغادو بس اليوم عيد ميلادو يعني ام مارتو عم تعمل له سوربريز مع غاتو برزدي وأصحابه شخصيتي عكس شو أنا بالحياة واحد نسوانجي مطلع ورجع بيظهر عمرته جديد بيظهر على صحابته يعني كوارس بقى يمكن شوي بالمجتمع تبعنا فيه هيك قصص حوالينا سوما أنا كتير بعيدة عن الحقيقة دوري اسمه هو بول هو صاحبه لفرانسوعة بول صاحبه يعني انواي بيشبهه شوي بس رول سجندر شخصيتي عينو هك سكرجي وكذا شوي بيعة يعني كون مرتو لفرانسوعة اللي هو مبوصالو أنا عرف ان هو بيخوني سر لعشر سنين بس مساي طريع الودا طالما بيرجع عالبيت مبسوط أنا مرتاح ما في واجع راس والاشي منواي جنسو كمادام دومولن بسبب عربيرا بسبب عم اللي رجع ما تلعك ما تلعك مسرحية أمبو سالو مسرحية كوميدية تستند على مسرح الفوتفيل والكودو تياتر أو الإنقلاب المسرحة باللحظة اللي بينفضح فيها فرانسوا من قبل زورته وعشياته فبيتحول فعلا لأمبو سالو أنا بيجي فجأة لأنه بعرف أنه عم بيخوني مع واحدة تانية من بعد عشر سنين وبيجي مدابرسي على الأخير وبدأ انتحير وبدأ قتله وبيصير في دراما مسل شخصية جولي يلي هي أول مرة تجوازها فرانسوا جمولان وهي كتير هي شوي أكبر منه بالعمر وتجوازها وما جيب منها أولاد وهي علاقتها فيه شوي مثل أمه أنا بمثل دور إيفلين يلي هي مرة معزومة على العشاء ما بتعرف شو عم بيصير دراما بهالعشاء بصيرت خاف كتير وكل شي بدها هي تفل من هالعشاء مسرحية أمبو سالو للمخج المسرحية الفرانكفونية نادين موكدسي اللي بتقدم كل سنة مرة عمل مسرح جديد بروح ريعه لجمعية لغيسو ديو كير إيراب والLDCA مسرحية انطلقت على خشبة مسرح مونو بمنطقة الأشرفية ومستمرة لغاية 16 حسيران نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم جوزيف حواط رئيس جمعية جاد جوناسة عن تيدرو جوزيف جاد عم تحط كل تقلة بالمجتمع لمحاربة الإدمان وآخر الخطوات كانت افتتاح متحف لأول مرة بيصير مش بس بلبنان بشر الأوسط بالعالم اسمه فكرة حلم خلينا نبلش بالمتحف في عنا كتير قصص نحكي فيها بالبداية المتحف شو هو ليش لأول مرة بيصير بالعالم الفكرة بلشت من سنة 1981 رحت على 90 بلد بالعالم أخذ معي تقريبا 33 سنة لجمعتها البرودوية والغراض كنت عطول فكر أنه هالمتيار استفيد منها للتدريب للتوعية للأهل لتدريب الشرطة لأنه نحن مميزين كجمعيتنا بنشتغل مع عدة شرطة بالعالم يعني كنت عم تجمعهم منذ ما يكون في فكرة متحف كان عندي فكرة أنه أخذهم يكون عندي معرض يكون عندي دورة تدريبية بس هم هالغراض بالضبط هلأ لحنشوف كم صورة بيمروا هنه مثلا أرقيلة بتسعوا المنفضة بشكل بمو البرودويل ممكن المدمن يستعملون الاشياء الجديدة اللي بهربوا فيها بس هون المتحف اللي حلو بالمتحف انه مقصم بش كل الأشخاص بفوتوا على كل الأقصام يعني الأهل لهم محل خصوصي المراهكين لهم محل خصوصي الولاد لهم محل خصوصي الشرطة في قسم تدريب الشرطة محل خصوصي وهذا العمل مع كوالأمن الداخلي مع الجاميرك يعني مش واحدة جاد يعني وقت تيجي تعرضي كل أنواع المخدرات بديك رخصة بديك إذن بديك كوالأمن مثلا مكتب مكافحة المخدرات هو عطينا البرودوي مثل الجاميرك عطينا رخصة لبقية الأمور لأن في أشياء ممنوعة تيجي على لبنان ممنوعة تطلع من لبنان وكل ما بديك تروح تسافري برية لبنان لا تروح تعملي دورة تدريبية هلا أنا مؤتمر مع الشرطة بكرة بالإمارات بديك تاخديهم لتفوطيهم وتطلعيهم من لبنان كمان مسئولية ورزق وياما صاير معك مشاكل على المطار عطول بيصير عطول آخر مرة بدلانش ساعتين مع أنه معي كل الأزونات وكل الوراق وضباط نطرين على المطار بس بيخافوا وما بيناموا يعني وبرافوا نحنا عم نشوف جوزاف مشاهد من افتتاح المعرض ياللي صار تقريبا من جماعتين نعم تقريبا من جماعتين وبيحضور طبعا شخصيات سياسية واجتماعية جمهورية وفود من بره تقريبا كان فيه تسع دول مشاركي هون شو هون مكتب متابعة المرضى مشبور المريض اللي بيجي على جامعية جاد يقدم خمسة عشر يوم خلال هالسن ونص يجي يعطي شهادة حيات لتلميز المدارس للأشغال هون عم نشوف هون مجموعة جنس اللي هي المنافذ اللي حيد خلوس 6,000 منفضة كل منفضة قبشعة من الثانية اشياء منافذ بشعة هون عم نشوف درجة الإدمان كيف يبلش وكيف ينتهي بيبلش ويسياء هون قصم الشرطة اللي جوا بيتدربوا في لازم يبرموك تلفزيون بالبيت أو يبرموك تلفزيون كنت نقشع أكتر المعرض رح يكون فاتح أبوابه كيف يعني بسوريا أو كي أو حسب المواعيد التصوري عم ناخد أحد عم ناخد بعد الدوام 7-7.5 من عشية عبكرا عندي مدرسة من طرابلوس 7.5 ما عنا وقت معيان ولا في شي يدفعوه بس المهم يقلونا قبل لأنه بدك تحضرينه أربع ساعات خمس ساعات يعني مش رح يجي يشوف خمس دايق ويفل حقب شو نتيجة يلي بيطلع فيها الزائر لما يروح على المتحف العطيكي شغلتين صاروا معي أسبوع الماضي باي عنده مدرسة إجا لعندي لا يشوف كي بدنا نقصم تلميذ 1200 تلميذ كي بدوا ينفوتوا على المتحف نحنا ما منقدر نستوعب أكتر يا 30 يا 60 يعني بزيت الوقت أكتر من 60 شخص ما منقدر مع بعضهم لأنه دايق وأعداد الولاد لتشرحي لهم لتشوفي إذا وصلت المساج إجا عم بقل لي برمنا برمي نحنا ويرع على البيت تاني نهار مردين لشوفير المدرسة مع كارتوني مليان غراض لقاهم بقودة ابنه ما كان عارف إنه ابنه بحشش لقى البرودوي والأرتيكل وهو ابنه بحشش فيهم قدمهم للمتحف مبسط إنه لكي كيف بس ابنه لازم يتوقف فورد ابنه عجمعية ابنه مرأكي وقال لي منيح الصدفي جيت لعندك لحكي لتلميذ شفت الغراض شخص تاني على بوب مارلي نحن عنا قسم لبوب مارلي بفوتوا عليها الكبار إنه كيف آخر ثلاثة سنين متحمم ستة وسبعين نوع حشرة لقوا بشعره نهار اللي مات يعني منه البطل اللي انتو بتشوفوه شاب من هالشباب هو مسؤول بجمعية دينية يعني معروفة قلع القميسكين لابس بوب مارلي اللي ما بقى اللي عين البسه بفضل روح بالبروتال عالبيت ما يشوفني حدا لابسه يعني هالإشياء وقت اللي بتفرجع العالم على الحقائق والإشياء البروتويل عم بتصير وكيف بتكون بيتعلموا كمان الأهل لازم يعرفوا وهيك أهل بدي أسألك يعني هيدا الباية اللي زار المتحف عم بفرجينا قديش أوقات نحنا كأهل آخر من يعلم عطول بموضوع المخدرات وحتى من بعده عنا يعني منعمل حالنا لو لحظنا لا لا بش ابني أكيد بش بنتي يعني آخر من يعلم ومننكر لأنه يمكن نستحيلة أنه مجتمعنا شرق أو يمكن نقول مرحلة يمكن مراهقة بيمرقوا فيها بعدين يمكن لحالهم بيظهروا مننا مراهقة بكل شيء إلا بالمخدرات لأنه في درجة منشوف بتبلش بسيجارة بتنتبه الموت طيب قديش الأهل لازم يكونوا كمان على اطلاع بكل هالأمور يعني قديش كمان بتعملوا حلقات برك حوار مؤتمرات خاصة بس بالأهل نحن عنا مركز هلأ بعشين حزيران مسؤولة عنه مدام ريم عبدالخيلة يلي هو أهل ضد المخدرات بشوايفات عامنين لقاء مع العميد دعاد المشموشة الساعة الستة برعاية رئيس بلدية الشوايفات نحن هيدا المركز بيشتغل بس شغله على الأهل لأنه عنا مشكلة أهل بالفعل معنا يوقت بتلاقي ابن 14 سنة 15 سنة بيطعاتها إيروين شو بديك تلومي بديك تلومي أهله من هون نحن مركزين بشغلنا كتير على أهل ضد المخدرات وعا رياضة ضد المخدرات رياضة للشباب أخذنا ترخيص ولح نعمل احتفال ونفوت على ثلاث اتحادات صار عندنا تسع فرق رياضية مسؤول عنهم استاذ سيمون أبي راميا استاذ سيمون عفوا أبي راميا النيل نيل سيمون ساميا وفتنة على الوزارة الشباب والرياضة وحتى فيه ثلاثة كانوا عوسيان دروغيب تنبسطي أنه صاروا عم بيلعبوا درجة تيلتي ودرجة رابعة بالباسكت تنبسطي يعني بتوفي شلتي من الموت حتي يتيب الرياضة يعني مش بس خلصتوا من المخدرات حتي يتوا على طريق صحيحة هو هو كدعم نفسي لإلوك تيحس أنه أنت جعمل شيء أنه صار لعيب باسكتبول من الطراز الأول تب شو عم تلمسوا سنة بعد سنة يعني مع كل هالنشاطات مع كل يعني افتتاح المتحف يعني دايما في شي جديد عن جاد ومن خياله شو عم تلمسوا هلأ مفروض ما جايوا بك اللي بدي جايوا بك ياه يعني بس للأسف عم نرجع لورا يعني المشكلة أكبر منا وإذا كملنا هيك بعد عشر سنين نحن وقتل كانوا الشباب هون وقت الافتتاح عشر خبرة من العالم يعني أهم أشخاص بيشتغلوا بالعالم العربي بموضوع المخدرات كنا عم نحكي أنه إذا تركنا حالنا ماشيينها عهل الأسلوب بعد عشر سنين ولا حنصير بموضوع المخدرات أنه لا في ميزانية تقدر تشتغلي لا في حدا واع على خطورة الموضوع أعداد عم بتزيد نسبة الأعمار المدمنة والواع المخدرات عم بتزيد يعني الحبوب المخدرات صار في كذا نوع وعن نشوف دايما معين 52 مليون حبة كابتاجون ملقوط من قاب الماضي بعد ما وصلنا لقاب يعني عم نحكي بـ 52 مليون بتاريخ لبنان بالسايرة طيب عم بين عرف وين توزيع وين عم بين توزيع لكن أنا أول شي اسمحي لعيد كوا أمن الداخل بعيدهم 163 بعد المشاركين بالعرض العسكري اللي حيصير لألون كجمعية دعيونا عم بيعملوا إنجزات كوا الأمن وكشعبة مكافحة المخدرات بالجمارك رائعة من لاشاء بس مشكلة أكبر منها بكتير مشكلة بدأ بشر أكتر بدأ تسليح أكتر بدأ عيتاد أكتر بدأ تطور حدود فالتي مطار بيروت بعدنا لليوم ما في مكتب لمكافحة المخدرات على مطار بيروت شغلة مرعبة يعني شغلة مؤسف أنا بس موضوع كتير مهم وخطر عم نشتغل عليه وعدة مواضيع تانية بيناتهم مثلا إنون للكحول بعد ما عنا إنون لتنظيم الكحول بلبنان نحن عم نشتغل مع النائب المستورد المشروبات الكحولية استاذ ميشيل أبي رميا لننظم هذا الموضوع حتى طلعوا بفكرة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب منه ليزيدوا بشكل عشوائي على كل أنواع الكحول إنه منجي منزيد خمسة دولار على كل أنينة الكحول هلأ عم نظبط نحن ويقول لأ إنه الأنينة الحقها 100 لازم تزيد عليها 10 والأنينة حقها 20 لازم تزيد عليها دولار والدخين زيت الشي يعني عملنا دراسة مع وزارة الصحة راس الأرقيلة بالجملة للمطعم 100 ليرة ما في بلد بالعلم هلأد هالأمور فالتي ورخيصة يعني ابن عشر سنين بيروح على الدكين بيشري عشر إنينة وسكي ما حدا بيقول له وينك أو لمين أو دخان في معك تذكره لشوف أنه عمرك 18 لقدر بيعك كحول هالموضيع كله على أمل تتنظم بلبنان جاد أيمي فيها وأصدقاء جاد نحن وقت اللي عملنا المتحف حكينا أستاذ محمد شقاية رئيس غرفة التجارة والصناعة جمعية العزم والسعادة الاجتماعية دكتور عبدالله مقاتي أستاذ ليباسيل بجبال يعني هول أشخاص اللي قدروا جاد ما بتقبض ولا ليرة من ولا وزارة للأسف لبل بيحربوك إلا يسكروا لك الجمعية لأنه بما كان ما عم تزعجيهم مثل هلأ موضوع الكيتامين كتير زعج وزارات وكتير زعج ناس لأنه بيلاقوا في مصالح لقلهم بمطرح أنتوا عم بتجربوا تسكروا الطريقة عليهم هني ما بدهم تتنظم الأمور من الآخر بشكل مقتصر يعني للأسف جوزيف قريبا شو فيه نشاطات خلينا نعدها بكرا رايحنا على الإمارات صحيح عنا بعشرين الشهر بالمركز الأهل ضد المخدرات بشوايفات عنا بستة وعشرين حزيران اليوم العيلة من مكافحة المخدرات أطلق الفرق الرياضي للأعلام لنفرجي أنه لا يكون رياضة هي الخط الدفاع الأول بوجود المخدرات عنا بستة عشر تموز رحلة سياحية كل سنة بنعملها لعائلات جاد عائلات مروح على رايحين السنة على محل بش كتير منيح نقبر عنه رحي عفارنا عنا المؤتمر نحن مش أمستردام أمستردام نروح خمسة ستة بس ومكونوا برأبين بعضنا صفا فارنا مع كاميرات يعني كل ثلاثة شهر مشبورين يروح على أمستردام أمستردام هي نبع الفساد صحيح تطور بزرة الكنابيس المدارس اللي بتعلم الولاد تتعاطى مخدرات الوسائل التهريب كل هذه بديك تشوفيها هنا في تهريب هناك متاح وكل سنة كل سنة بعشرين أربعة بينعمل جمعة عالمية لكل اللي بيتعاطوا ببيعوا مخدرات بالعالم يوم العالمي مع المخدرات منروح نحن منصور من الرائب منشوف شوها الإشياء جديدة بتشرين عنا العشد سنوين الأراد اللي حيكون بكزن خلص بعد مستقبلك لتعبع مرات مهلقة لوقتا بس خلينا قبل ما نختم العنوان المتحف للأشخاص اللي عم يتابعوا حبين بدورا هنا يزوروا المتحف هو بجبال معمول بمنطقة حبوب من بعد مستشفى المعونات فيهم يتصلوا على هذا الرائم 003-749-484 بياخدوا مطبوعات مثل هلأ الرؤية العالمية الورد فوجين عطينا إشياء مطبوعات رائعة وغينيس شو خبيد غينيس غينيس بوك بحزيران نجي لحنا نعمل احتفال كبير وناخد الشيالي لأنه عنا 6000 قطعة هني طلبوا 2000 صار عنا 6000 نعم عزيم جوزاف حوات رأيت جمعية جاد أهلا وسهلا فيك مش هد عائدكم يعطيكم عن جد ألف عافية على أمل أنه نبلش نشوف هالنسب طبعا بتنخفض شوي شوي بدل ما ترتفع أهلا فيك بريك نرجو هم تابع أخبار سباح خليكن معنا